بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيميا الكهربية 233 نواصل في شرح بعض التطبيقات الهامة لعملية التحليل الكهربي وننتقل إلى التطبيق الثاني وهو تنقية المعادن عادة تكون درجة نقاوة المعادن التي يتم تحضيرها في الصناعة أقل من درجة نقاوتها المطلوبة لبعض الاستخدامات وبالتالي تقلل من كفاءتها مثلا النحاس الذي نقاوته 99% يحتوي عادة على شوائب من الحديد الخارصين والذهب والتي تقلل من قابلية النحاس للتوصيل الكهربي وتستخدم طريقة تحليل الكهربي لتنقية النحاس الذي يراد استعماله في صناعة الأسلاك الكهربية وتتكون خلية التحليل في هذه الحالة من النحاس غير النقي كمصعد أو أند بينما المهبط يتكون من سلك من النحاس النقي هنا النحاس غير النقي ويكون عبارة عن أند بينما النحاس النقي يكون هو عبارة عن الكثد بينما محلول التوصيل الكهربي يحتوي على محلول ماء من كبريتات النحاس 2 والذي يتفكك إلى آيونات النحاس وآيونات الكبريتات إذن ماذا يحدث عند إمرار طيار كهربي في هذه الخلية؟ ما يحدث هو أن الآيونات تتجه نحو الأقطاب المخالفة لها في الشحنة وتكون التغيرات التالية هي الأسهل حدوثا عند الأقطاب حيث تحدث أكثدا حيث تحدث أكثدا عند الأنود في لز النحاس يتحول إلى آيونات النحاس مع فقدان إلكترونين بينما عند الكثد تختزل آيونات النحاس إلى في لز النحاس وبالتالي النحاس الموجود في المصعد غير النقي يزوب هنا يزوب النحاس الموجود في المصعد غير النقي بينما عند الكثد يحدث العكس حيث تترسب آيونات النحاس من المحلول تترسب على الكثد وبذلك يتكون النحاس النقي أما الشوائب الموجودة أصلا في المصعد غير النقي فتتجمع في صورة صلبة أسفل المصعد ويمكن إزالتها بعد ذلك من قاع الخلية بذلك ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمي الكهربية في دروس لاحقا انشاء